بداية نستاذ احنا اليوم نحشي على بما ان احنا بعالم التطور والتكنولوجيا ونشوف بلش الكتاب الالكتروني يخلي تراجع للكتاب الورقي وعدم الطلاعة واقتناءه برأيك تشوف هذا الشي صح؟ او الى ايجابية هل الشي؟ بدءا احنا ما نقدر نقول هذا صح او خطأ لك هو هذا التطور العلمي الذي مربوه زائم العالم كل وقت يمر بفترة الكترونية او خلي نقول طفرة علمية جديدة نعم تحتم حول المواطن واضيف له انا اشوف انه هاي اضافة جيدة انه الانسان تكون مقدورة اذا لم يكن بمقدورة الكتاب الورقي يكون بمقدورة الكتاب الالكتروني نعم نعم طيب حضرتك انت بما ان انت كاتب واكيد عندك فد مكتبة ببيتك او بغرفتك او بمكتبك الخاص انه مرات تلجأ للكتاب الالكتروني او تطلع على الكتب الالكتروني او اذا ما كان عندك المصدر او نوعية الكتاب بمكتبك او المكتبة كانت بعيدة عليك تتجه للكتاب الالكتروني؟ مؤكد التجي الى الكتاب الالكتروني الحمد لله المكتب الالكتروني عامرة بالسيد جوجل تطلعنا المعلومات الوافية جدا طبعا احنا نتعلم على اكثر المصدر لاستفاء المعلومة الحقيقية وهو مصدر مهم اكيد نعم طيب اكيد لقراءة الكتاب الورقي او الكتاب المطبوع الى نكهة اكيد حضرتك انت بما انت كاتب واكيد عندك حب للاطلاع والقراءة اكيد الى اختلاف بنكهة القراءة والاطلاع بعيدا عن الكتاب الالكتروني او تقوصها الخاصة يعني نعم الكتاب الالكتروني الواقع عديم المتعة اريد اقول الان هذا الرأي الخاص طبعا نعم لان احنا الكتاب الورقي هو نشعر باحساس الكاتب وقلمه ودقاطه ومتعة حواقعية بالكتاب الورقي الكتاب الالكتروني ناخذ فقط المعلومة اللي نحتاجه نعم اما المتعة الحقيقية فهو بالكتاب الالكتروني اكيد طيب انت تقوصك كيف تحب انه او عندك الوقت المخصصة بيومك انه لقراءة الكتب والاطلاع عليها شنو التقوص اللي متخذها باثناء القراءة هي ماكو تقوص ثابتة محددة احنا سابقا كنا من اليوم العادي دائم من الصحف اليومية ثابتة بالقراءة نجي للمجلات الشهرية او النصف الشهرية ايضا هاي ثابتة بالقراءة بعدين تجي الكتب اللي نخالينا احنا طبعا كل ما ننزل سابقا الى شارع وتنبي نشوف الكتب زاخرة بالمكتبات فميه الاتجاهات والثقافة العامة تحتم على القارئ او الكاتب ان يأخذ بنا الثقافات ما شتى حتى يكون له مدارك واسعة وافق واسعة بالتأليف طيب حضرتك ذكرت الشارع المتنبي الشارع الثقافي البغدادي اللي تتوافد لكل الاعمار وكل الثقافات وكل المستويات لمجتمعنا العراقي تشوف اكو بلش يقل اقتناء الكتب او الكتاب الورقي من هذا الشارع بالتحديد بسبب وجود الكتاب الالكتروني طبعا مؤكد هو قلل السحب على الكتاب الورقي بشكل فعال خاصة من بدء المواقع التواصل او المواقع الاخرى او الاسواق الالكترونية لبيع الكتب تحضر بقوة في ذهن الشباب لا اقله في هذه الاعمار العشرينيات لانه وعى على المكتب الالكترونية وعلى المواقع الالكترونية فلذلك قلت مقتنيات الشباب خاصة من الكتب طبعا نعرف ان الشباب هم الحاضرين بالواقع في المشهد العراقي عموما بعدين نحن المعمار المتقدمة لا زالت تقتني الكتب الورقية